طيب تعالوا بقى نشوف صحفيا ايه اهم الاخبار واهم المنشتات وده اللي احنا عرفه من زمالتنا روزان نصر هي موجودة حاليا في مقر جريدة الشروق عشان تطلعنا على اخر المستجدات الصحفية صباح الفل عليك يا روزان نتفضلي احنا سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدين قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد يعني فقرة صحافة جديدة من جريدة الشروق واول خبر معنا النهاردة من موقع صاد البلد امين عمر حكما لمباراة الاهلي والبنك الاهلي اعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عن طاقم تحكيم مباراة النادي الاهلي والبنك الاهلي المقرر طبعا اقامتها اليوم في اطار الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي منهم امين عمر كحكم للمباراة من جانب اخر اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة طبعا البنك الاهلي والتي كانت على النحو التالي محمد الشناوي رامي ربيعة محمد شريف وليد سليمان ايمان اشرف حسين الشحات علي لطفي صلاح محسن محمد مجدي افشا محمود وحيد علي معلول بارسيتاو محمد عبد المنعم طهر محمد طهر كريم فؤاد محمد هاني مصطفى شبير احمد عبدالقادر احمد كوكا وزياد طارق من موقع اليوم السابع اتحاد التانس يجتمع اليوم لبحث عدد من الملفات الهمة يعقد اليوم اتحاد التانس برئاسة اسماعيل الشفعي اجتماع مجلس ادارة لبحث عدد من الملفات الهمة والتي جاء في مقدمتها بحث استضافة البطولة العربية للتانس للناشئين في شهر يوليو المقبل وقام اعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتانس بالعديد من الزيارات لعدد من الاندية التي تستضيف بطولات التانس لمشاهدة عدد من المباريات كمان بيواصل رئيس واعضاء وحدة النزاهة عقد جلسات مع المدربين واللاعبين والاداريين في كل القطاعات من اجل طبعا توعيتهم بقوانين النزاهة بالاتحاد الدولي من سكاي نيوز عربية كلوب بفرصة ليفر بول للفوز بالبريمير ليج غير محتملة ولكنها ممكنة قال طبعا يورجين كلوب مدرب ليفر بول أن فرصة خطف لقب دولي الإنجليزي لكرة القدم من منشاستر سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل غير محتملة ولكنها ممكنة وأضاف كمان غير محتملة لأن منشاستر سيتي سيلعب على أرضه أمام أستنفيلة الذي يخوض مباراة يوم الخميس وستكون مباراة صعبة أمام بيرنلي الذي يكافح للهروب من الهبوط وقال كمان يجب علينا القيام بعملنا أستنفيلة سيلعب يوم الخميس ثم يوم الأحد سنرى ولكن علينا التركيز على أنفسنا أخيرا من جريدة الشروق الليلة فرانكفورت ورينجرز في مهمة كتابة التاريخ بالدوري الأوروبي اليوم طبعا هو أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي بالتقاء فرانكفورت الألماني مع رينجرز الإسكتلندي في المباراة النهائية للبطولة ويتطلع كل من الفريقين إلى أن يصبح أول فريق من بلاده يحقق لقب بطولة بمسماها طبعا الحالي الدوري الأوروبي حيث ستكون مباراة اليوم هي نهائي النسخة الثلاثاشر في تاريخ الدوري الأوروبي وعلى مدار 12 نسخة ماضية لم يصبق لأي فريق من ألمانيا أو إسكتلندا بالتتويج بهذا اللقب دي كانت كل أخبارنا هنا من جريدة الشروق بشكركم وعودة لكم وراتا شكرا لكي أنت زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية شكرا جزيلا جريدة الشروق من أول الصحف أو الجرائد اللي أنا اشتغلت فيها كمرسلة لما أيام ما كنت في قناة تانية يعني كنت بعمل تغطية الأخبار من هناك زي روزان كده على فكرة أقولك على حاجة الذكريات دي جميلة جدا أنت تبتدي المهنة وتشتغل وعارفك كانت رائع بس بيطلع الواحد عدى وتعلم بس دايما عارف بدايتك بتبقى مش نسيها كانت جريدة الشروق فعندي ذكريات كتيرة حلوة معيها يعني